السلام عليكم كل متابعي قناة جزائر في اسبانيا اينما كنتم اليوم رجعت لكم في فيديو جديد وكما بعدتكم قلت لكم بيوم الخميس راح نحكي لكم على التغييرات المهمة اللي اتخذتها الحكومة الاسبانية خاصة بالمتشردين او الناس الجدد لكن قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى منكم تصلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا التغييرات هذه هي تغييرات مهمة ومهمة جدا خاصة بالناس اللي يلحقوا الاسبانيا جدد الحاجة الاولى اللي تفكير الناس هذا بغضلنا عن الناس المتشردين لان الناس المتشردين عندهم جمعيات ترعاهم وعندهم كما نقولوا الجمعيات هذه راح يدفع عليهم ودفع على الحقوق تاحهم لكن احنا راح نميلوا للناس اللي يلحقوا الاسبانيا جدد وش يديروا لكن هو الكلام بتاعي راح موجه للفئتين المهم اول حاجة يخموا فيها اللي هي شاهدة السكنة شاهدة السكنة كما نعرفوا ان الناس تبيع فيها وتشري فيها وفي اي بلاصة يمارسوا عليها في السياسة هذه كما نقولوا الجشع واستغلال الظروف ومص الدماء لكن بعد اليوم ما عادش الحاجة هذه لان الجريدة الاسبانية اصدرت قرار رسمي موثوق ومصادق عليه مئة بالمئة وراه ساري المفعول منذ هذه اللحظة تقريبا راه ساري المفعول القانون هذا خاص بشاهدة السكنة لأي انسان لان الجريدة هذه اصدرت قرار قالت ان اي انسان راه فوق البقاع الاسبانية او فوق الاراضي الاسبانية راه يتحصل على شاهدة السكنة وعنده الحق في شاهدة السكنة قبل كنا نعرف ان كانت سهيلات في قليم نافاس وقليم نافارا وقليم الباسك وبرشلونة وبعض المناطق لكن الان لا الان اراهي في كل في كل مناطق في اسبانيا يعني باختصار في كل الاراضي الاسبانية قالت الجريدة هذه الجريدة الرسمية الوطنية قالت في كل شبر من اسبانيا اين يوجد اي مهاجر من حقه الحصول على شهادة السكنة الان راح مفهمكم بالنسبة للناس علش انا قلت المتشردين لان كان بزاف ناس راه هم مساكن يباتوا برا وما عندهمش مأوى وما عندهم حتى حاجة ولكن اي انسان سواء يبات برا والله راح كاري والله المهم اي واحد راح عنده الحق انها يتحصل على شاهدة السكنة بدون اي مقابل والحاجة ثانية اللي ملاحة في الخبر هذا واللي تفرح حقيقة ماشي شرط يكون عندك باسبور ولا يكون حي ولا ميت حتى الي ما عندكش باسبور المهم تكون عندك وثيقة فقط اللي هي البطاقة التعريف فقط او حتى اذا ما عندكش بطاقة التعريف نزيد نذكركم انتقدر تتحصل على شهادة السكنة لكن بالنسبة للناس اللي حكمتهم الشرطة لاماري تعل المهاجرين الشرطة هذيك تحكمهم تعطيهم ورقة تسجل فيها المعلومات تحهم بالورقة هذيك يا اخي كي يسجل المعلومات تاعك على الهضر اللي تخضرها انتا انتا مثلا اكزامبل يحكموك تقولهم انا تونسي اسمي فلان عمري كذا تعطيهم الهضوري صن تاعك كامل كلش هنا بالورقة هذيك تقدر تتحصل على شهادة السكنة يعني قاعد للوها هذو لكونديسيون نحوهم كامل سما كأنها مبقاتش لا قوانين ولا شروط نهائيا تقريبا حاجة واحدة اخرى ثاني نحب نوضحها للناس اللي راهم كاريين الناس اللي راهم كاريين نحب نقولهم اذا مدرلكمش الباطرو او ملاء السكنة اللي كارين عندو شهادة السكنة فورا ومباشرة ازربوه تروحو عندو وتشكو به لان من حقكم تتحصلوا له اذا تشكو به مباشرة راح يسابوكم الوضعية تاعكم ويعطوكم شهادة السكنة مباشرة ودروا في بالكم علاش هما اللي بطروا هذو ما يدروا الشهادة السكنة لان راهم يتحصلوا على مساعدات وكيدروا لكم شهادة السكنة راح تنقص لهم المساعدات هذي وهذه معلومة يجهلوها بالزاف ناس وانا الان راح راني اه نعترف لكم بها بها تولوا تعرفوا علاش هما يقعدوا يحايلوا فيكم وكالي يقول لك غدوة وكالي يقول لك اصبر وكالي اللي يكذب عليك الناس مش عارفة يقول لك عندي واحدة الاوراق ما زل ما سويتهاش ما زل ما انا اصلا مانيش مسوي وضعيتي في السكنة هذي وكالا وكالا وإلى آخره لا لازمكم تروحوا للسلطات المعنية بالأمر بعد تسوي لكم الوضعية تاعكم الان نرجعوا للناس النورمال الناس العاديين بالنسبة الناس العاديين اللي كيتسجل دير في بالك انه راح تستفاد في بزاف حواج اصلا خصوصا لو كانت تروح للجمعيات افضل من اللايوطة منطو افضل من البلدية الجمعيات كيتروح لهم تقدر تتحصل على السكن او بلاسة اللي هي تبات فيها وتتدوش فيها وكلش بغض النظر عن الاكل لان الاكل حكينا وقلنا ان الاكل متوفر في العديد من الاماكن والجمعيات كاملة توفر الماكلة هنا سؤال يطرح نفسه هل ستأتي الشرطة لكي تتأكد بنفسها اين يسكن هذا المهاجر نعم ستأتي الشرطة ولكن ما تخافوش من الشرطة هذه هذه راهي شرطة محلية وليست الشرطة الخاصة بالهجرة والمهاجرين وخاصة بالترحيل تجي غير تشوف وعادي واصلا ما تحوزش عليك وحتى انه ما تطلب منك حتى واثقة غير تجي تشوف فقط الوضعية تاعك لا اكثر ولا اقل باه اديرها في بالكم انه ما يقدروا يديرو لكم والو واصلا مش المغزى انه يقدروا يديرو لكم ولا ما يقدروش لا انه معدهمش الحق هما خدمتهم انهم يخدموا مع الجمعيات ويخدموا مع البلديات انه يجو يشوف الوضعية تاعك باه البلدية تتأكد او الجمعية تتأكد من حالة تاعك وتسوي لك مباشرة شهدت السكنة وتقدر اتعاونك بمساعدات وتباشر في الاجراءات انه راح تشوف لك سكن على حسب ظروف الجمعيات اذا الجمعية راح كين اماكن فيها فارغة راح مباشرة يدخلك تسكن واذا ما كانش اماكن للأسف الشديد راح يقول لك استنى مع مرور الوقت طبعا ومع الاجراءات لكن حقيقة ان القرار هذا قرار رائع ورائع جدا على الاقل على الاقل يحمي الناس من الاستغلال تاع الكلاب هذا اللي يمصوا في دم خوتهم سواء مغاربة سواء جزائريين سواء من اي دولة بدون استثناء المهم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الليل ماكسيمو خابتي باي يستفادوا منه خاوتنا راح كاين بزاف خاوتنا راح مساكن والله صدقوني كاين لي يخدموا له شهات السكنة بثلثمائة اورو بمئتين وخمسين اورو على بالكم مئتين وخمسين اورو ولا ثلثمائة اورو هذيك قادرة تعيشوا شهرين ولا ثلثة شهر انسان مسكين جاي جديد باي يكون نفسه باي يبني يروحه ما عنده والو يطحف الاستغلاليين هذو لذا خابتي نوصيكم ونقلكم بارتاجي الفيديو وهذا بارك الله فيكم واي انسان عنده اي استفسار او اي معلومة يحب يعرفها او اي موضوع يحبني نحكي عليه خليه التحت فيلي كومنتار ونرجع الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا وتفعيل جرس التنبيهات لكاسلكم كل جديد والسلام عليكم